و شعيب من حيث مكان قومه ذكر الله جل وعلا أنه بعث إلى مدين و ذكر الله تعالى أيضا في خبره أصحاب الأيكة فهل هما شيء واحد أم هما مكانان مختلفان فالله تعالى ذكر في كتابه الحكيم أنه قال و إلى مدين أخاهم شعيبا فذكر مدين و هي مكان أو قبيلة و الذي يظهر أنه مكان تسمى باسم القبيلة التي تسكنه و ذلك أنه أضاف الأخوة إليهم و لا تضاف إلى الأماكن إنما تضاف إلى الأشخاص كما قال تعالى و إلى عاد أخاهم هودا و إلى ثمود أخاهم صالحا فالأخوة تكون بين المشتركين في النسب فمدين هو من أجداد الذين بعث فيهم شعيب عليه السلام و في مقام ذكر أصحاب الأيكة لم يذكر أخاهم بل قال جل وعلا كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب و لم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب إنما قالوا إذ قال لهم شعيب ألا تتقون فمن العلماء من قال إن الأيكة أصحاب الأيكة قوب ملحقون بمدين ليسوا منهم و كانوا مشمولين بدعوة شعيب فهم داخلون في دعوته و من أهل العلم من قال إن مدين هي نفس الوصف أصحاب الأيكة نفس الوصف الآخر وهو أصحاب الأيكة فهم أسماء لمكان واحد و منهم من قال إنهم قوم آخرون و ليسوا من الحقي إنما بعث إليهم مرة ثانية بعد أن أهلك الله تعالى قومه في ما قصه و ما سنستعرضه في الآيات الحكيمة